هلو ماي براثر هاوريو اي هوب يورفاين today as usual we will continue to complete in the sentences the first contents الجملة الاولى التي سنبدأ بها اليوم هي مثلا woke up مثلا بشخص نايم او طفل نايم مثلا تجي توعده مثلا او تجي تفيغشو طوله ووك اب ووك اب بمعنى يعني الصحيح تقعد بالعامية تقعد وتفيغو تمام يا شباب ووك اب ووك اب ووك اب ووك اب ووك اب ووك اب تمام بمعنى تصحي شخص وكان نايم مثلا شخص كان نايم تيجي تصحيه ووك اب تمام الجملة الثانية مثلا الجملة الثانية مثلا ماذا شو بدنا نقول مثلا تقول له فرشي اسنانك بعد ما اتصحي تقول له فرشي اسنانك شو نقول براش يووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو يور تيث ومعناها فرشي أسنانك ومعناها شو مرش فرشي أسنانك طيب إذا بدنا نقول له مشت سعرك شو بنقول شو ما وزك لنا مشت سعرك كم يور هير كم يور هير كم كم يور كم يور كم يور هير كم يور هير يور هير هير كم يور هير طبعا هنا البي شباب صمتين البي لا تلفل تمام البي إذا جاء قبل حرف الامن ما تلفل تمام تبقى الصمتة اتس اوكي كم يور هير كم يور هير معنى مشت شعرك اتس اوكي الجملة اللي تبعدها مثلا نقول له البس جاكيتك شو ما نقول له بالانجليزي البس جاكيتك بوت عفوا بوت يور تشكيتون بوت 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 يور يور تشكيتون تشكيت تشكيت تشكيتون تشكيتون بوت يور تشكيتون بوت يور تشكيتون معناها البس جاكيتك تمام تمام يا شباب بوت يور تشكيتون ومعناها شو البس جاكيتك او ارتدي جاكيتك تمام طيب بدنا نقول له بدنا نقول اخلع جاكيتك بملعامية ارمي جاكيتك شو نقولون تيك اوف يور جاكيت تيك اوف يور جاكيت تيك اوف يور يور جاكيت تيك اوف يور جاكيت تمام تيك اوف يور جاكيت معناها تيك اوف يور جاكيت معناها شو اخلع جاكيتك طبعا يا شباب تيك اوف هنا ممكن تجي اخر الكلمة تمام مثلا نستطيع ان نقول تيك يور جاكيت اوف تمام تيك يور جاكيت اوف كما مثل الجملة القبلها ايضا عيني مثلا بوت يور جاكيت اون يعني البس جاكيتك نستطيع أن نقول مثلاً هنا بطن يورجاكيت تمام إنس اوكي الجملة التي بعدها مثلاً نقول له مثلاً هاي البس حداك هاي البس حداك شو نقول هاي البس حداك بطن بطن راح نحطه هنا مشان ما تضيعوا بطن يعني ممكن ان هنا تجي اخر جملة ممكن تجي اول كلمة الجملة ما عفسها شيء بطن يور بطن يور شوز شوز تمام بطن يور شوز معناها شو؟ معناها البس حداك بط بطن يور شوز معناها البس حداك ارمي حداك كالعادة تيك تيك عفهم تيك يور تيك تيك يور تيك يور شوز شوز اوف هنا نوعنا طبعاً بين الجملة يا شباب مشان تنتبهوا لانه تيك يور شوز اوف حطينا اوف اخر جملة تمام؟ يعني ممكن تجي اخر تيك يور شوز اوف تمام؟ معناها شو؟ اخلع حذاك تمام؟ تيك يور شوز اوف معناها اخلع حذائك طبعاً قلنا نفس العادة ممكن تجي تيك اوف اول الجملة وممكن تجي اول الجملة وتجي اخر الجملة ونفسها بوتون ممكن تجي اول الجملة وممكن تجي بوت اول الجملة وان اخر الجملة تمام تمام اي شغل الجملة الاولى شو تقول ومعناها شو اصحى تقول ومعناها شو مشط شعرك ومعناها البس جاكيتك ومعناها اخلق جاكيتك معناها البس عذاك ومعناها شو اخلق عذاك تمام والله فدنا الجملة الاخير اليوم هي باكيت اب باكيت اب باكيت اب باكيت 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 اب يعني شيلو باكيت اب معنى شيلو معنى شيل يعني فهمهم هلا انا وقعت الغلم الارض تمام هيك باكيت اب باكيت اب تمام باكيت اب يعني شلتو تمام يا شباب باكيت اب باكيت ابي باكيت ام انا نستودعكم باكيت اختيار باكيت اصلاح عليكم ورحمة الله وبركاته.